في وقت أعلنت فيه جهات حكومية أن نسبة البطالة في السعودية التي أظهرتها آخر الإحصاءات المعتمدة بلغت 11.17% بزيارة طفيفة لإحصاءات السابقة يرى اقتصاديون أن الأرقام المعلنة من قبل مصلحة الإحصاءات ووزارة العمل والتي تشير إلى وصول أعداد العاطلين إلى 651 ألف عاطلين عن العمل تنقصها الدقة ما يؤدي إلى ضعف التعامل الجدي والفعال مع المشكلة ومواجهتها ووضع السياسات المناسبة لعلاجها لماذا لا تقوم وزارة العمل بإنشاء تقرير شهري للبطالة كما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية السبب أنه سوف يبين الأداء هل هو جيد أو غير جيد لماذا في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون هذا التقرير لأنه يعتبر بالنسبة لهم مؤشر جيد لتطور عملية التوظيف والاقتصاد وزارة العمل تستطيع أن تطبقه ولكنها لا ترغب أن تطبقه لأنه سوف يساعد على كشف الأداء هل هو جيد أو غير جيد وزارة العمل من جهتها تعمل على غلق ملف البطالة من خلال عدد من المبادرات إذ تقدم خطط وستراتيجيات بتنسيق مع القطاع الخاص منها سعودة الوظائف وتطبيقها لبرنامج نطاقات الذي يعزز وجود الموظف السعودي في عدد من المهن فيما يراه متابعون عاملا في بروز البطالة المقنعة ومستندين في ذلك أيضا إلى تجارب سابقة لم تكن ناجحة بشكل كبير العديد من الأرقام أو الجدال الدائر بين الاقتصاديين أو من يتهمون أو يقللون من برنامج نطاقات في محاربة العطالة هم يعزون ذلك إلى أن هذا البرنامج هو من أسهم في التوظيف الوهمي وهذا الأمر تم طرحه حتى رسميا تحت قبة مجلس الشورى آخر الإحصاءات تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل من الرجال بلغ 258 ألفا بما بلغ نصيب النساء من البطالة 392 ألف تتمسك ثقافة العمل في السعودية باعتبار الوظيفة الحكومية الخيار الأول لكسب الرزق ويتجه عدد كبير من السعوديون لدراسة تخصات جامعية محددة لضمان وظيفة قرب مكان إقامتهم تساعدهم فيما بعد على الاستقرار الاجتماعي بدر ربيعان سكاينوز عربية الرياض